طبعا في مرات كتير قوي بنحس ان ادينا تتخدر أو تنمل خاصة لو نمنع عليها بالغلط لسعات طويلة أو حتى استغنمنا موس الكمبيوتر كمان لوقت طويل جدا كتبنا لوقت طويل جدا بنحس ان في خضر متخدر أو تنميل ويمكن كمان ضعف فيه أصابع اللي بهم وباء الصابع صح وممكن يكون فيه تفسير تاني للعوارض هاي وهي انك تكون مصاب بمتلازمة غريبة اسمها متلازمة النفق الرزغي المتلازمة هاي بمراحلها الاولى بتكون صعبة على المريض لانه بيحس مفصل ايده ملتم وبعض الحالات الامر بيستدعي لاجراءة عملية جراحية عشان نعرف اكتر وازاي ان احنا نتفادى طبعا الاصابة بالمتلازمة دي معانا دكتور منال لفحام اقتصاصية امراض المخ والاعصاب اهلا وسهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا فيكم مصابي يعني السؤال الاهم معرفينا الاول ايه المتلازمة دي انا بحب دائما اعطي تعريفات مبسطة وغريبة شوي يعني لا اول شي نحن بجسمنا في اماكن رب العالمين وضعها مشان يعطينا خبر انه انتو عم تعملوا شي بطريقة خاطئة وبطريقة زائدة عن اللزوء اكتر من الوقت المحتمل يعني هال اهم اشهر اماكن هال الحساسات اللي الله حطوها بجسمنا هي هذا المعصم هناك عصب هناك بالمعصم اليد اوتار تدخل من الزراع الى الكف حتى تحرك اليد الاوتار هذه كثيرة ومتعددة بيحزمها حزام في الى حزام بيمسكها حتى ما تفلت حتى تبقى مترتبة كما ينبغي في عصبين او ثلاثة عصاب عنا باليد في عصب بيمر تحت الحزام وعصب بيمر فوق الحزام حكمة رب العالمين انه العصب اللي بمر تحت الحزام هو اللي بيبقى اذا انضهط بيعطينا مشاعر انه نحن عم نعمل استخدام خاطئ لأيدنا وإلا ليش رب العالمين عمل عصب من تحت هذا الحزام الرباط القوي اللي فيه وعصب من فوقه العصب التحتاني هو اللي بيخبرنا انه فيه استخدام نعم زايد او خاطئ لليل العصب هذا بيمر بنفق الرسوخ نفق عظمي فما في عضلات تحمي العصب لا يوجد عضلات تعمله حماية هناك ممر عظمي وفوقه رباط ليه فيه قوي وصلب وكل ما ضغط على ايده الانسان او حرك ايده بهالطريقة او حط على سطح صلب مثل على سطح المكتب بيقوم بيصير فيه انضغاط واختناق بهذا العصب اكتر هيدا هي المتلازمة أنا عم نحكي عن هاي التفاصيل كلها وكيف انه مرضه اصابتها سهلة طب شو هي المسببات اللي بتأدي لاصابة الشخص بالنفق الرزقي تمام هي اولا اذية تراكمية طويلة المدى يعني ما بيكفي انه مرة واحدة او يومين او اسبوع انا نمت على ايدي بهالطريقة مثلا او نمت عليها او اشتغلت على الافيس بطريقة خاطئة او واحدة ستة حفرت له مثلا عشرة كيلو كوسة على اسبوع زمان او او عملة يبرأ او كبة لا هاي اذية تراكمية على مر السنوات فبتحتاج انه انسان عم يشتغل بايده بشكل مستمر اكتر من تحمل ايده كل الاعمال اليدوية عزيزتي كل الاعمال اليدوية بما فيها الكتابة طويلة المدى الضغط على المعصم على سطح الطاولة مثلا الانسان لازم تكون ايده بالهواء مثل عازف القيانه او اني بيشتغل بايده بهالطريقة على مدة طويلة خاصة اذا بيستعمل ادوات غير جيدة يعني سكينة مو حدة بالطرق اني اقطع بايده بقوة حفارة كوسة مو قوية الالم الالم نفسه الان ما عدت الناس كتبت بالالم بس اذا الالم يابس على اليد لذلك بيعملوا تيست انه كيف الالم على الورقة لازم يكون مرن ولين اذا بحط ايدي ليش اخترعوا التبع الماوس فيقلو بيحطوا تحته واحدة في الهم خدة اذا انتباهتوا عليها الباد هاي هي لحماية العصب يعني هاي الباد عملوها خصوصي لحماية هذا العصب انه ما يسند ايده على سطح المكتب القاسي وفيه العصب بيختنع فالاستخدام الطويل المتكرر وازدائت عن اللزوم لليد طيب يعطينا اشارة بالاول بسيطة بعدين بيرفع الاشارة بيزود الاشارة بيعمل الام ضعف احنا زي ما تكلمنا ان بيحصل مثلا تنميل بيحصل تشنجات بيحصل بيحصل حاجات ممكن تبقاها يعني خلينا نقول اولية قبل ما تروح للحالات الصعبة ايه هي العلاج او ايه هي طرق العلاج الاولية اللي انا اقدر عملها مع نفسي الا اول شيء الوقاية يعني انا لما بحث انه فيه خدران او تنميل لازم روح لعنده الطبيب ويفحص لي فيه علامات بالفحص ومنعمل تخطيط عصب ومنقول له في عندك البداية البداية هي الوقاية اني انا عدل استخدم الادوات الصحية وضبط قاعدتي وايدي ما تنتبه ما ترتكز على سطح صلب اعمل وقاية فيه الى علاجات الى علاج فيزيائي لكن اذا طولت كثير بتعمل مو بس نقص بالاحثاك بهالمنطقة او تشوش بالاحثاك بتعمل ضمور وهي العضلة ففي ناس بتقولي انا مسكت شيء بايدي وقع من ايدي يعني مسكت شيء بايده وقع مالا منتبه على حاله هي بيكون صار فيه ضعف بالعضلة فعلا معت عنده قدرة هنا لازم يقصر تدخل جراح نضطر لك نضطر الى تدخل الجراحي العملية بصيفة لحتى نتجنب سواء حتى العلاجات الاولى ونتجنب العمليات الجراحية والاصابة بهاي المتلازمة شو هي نصائحك باختصار معنا لنعملها لحتى نتجنب الاصابة بمتلازمة النفق الرزي دائما الانسان يبحث عن الوضع الصحي يعني قبل ما يقعد على المكتب مسافة طويلة او الست قبل ما تشتغل تدور على راحتها هي انه مسكي ادوات بشكل صحي ايده بشكل صحيح محطوطة وانه الالم والمكتب الأدوات يعني كل واحد يفكر بشعوره انا ايدي مرتاحة ولا متألمي بهالوضعية دائما ندور على راحته وصحته لانه اليوم الاعمال المكتبية والاعمال طويلة في اعداد طويلة بالحقيقة لم تكن موجودة بالصابة هي اول شغلة شغلة التانية اذا في اي ألم او خدران او تنميل الانسان لا يهمله لانه هي تجي وتروح وبالحقيقة بالفداية بتبلش بوقت النوم بالليل فاذا واحدة صحي احدا صحي من ايده وعمل هيك شوي ورتاح ورجعنا بيقول خلاص راحت لا هون لازم يشوف الطبيب نعم يعني وتحت الصورة دكتورة منار فحام شكرا كتير لأيلك على كل هذه المعلومات اختصاصية امراض المخلاصة